معنا الأستاذ السناء من إسكندرية حيب يا فاند حيب يا فاند اتفضلي أستاذ السناء إزاي يا حضرتك نعم وفاضل الحمد لله وحديك طيبة وصحة وسلام يا فاند أنا عاز بسأل حضرتك يا دكتور عمري على الصلاة اللي أنا قلت الحضرتك عني مر قبل كده وما استفدتش والله وليه طيب معلش عشان أقدر أسمعك ممكن توطي التلفزيون بس وتسمعيني من التلفون يا حاجة السناء حاضر حاضر تفضلي حاضر سنتكم rumors الصلاة خالص وبنسما كل شيء والحمد لله يعني ولدني سن الكام يا حاجة سناء نعم ولدني سن الكام يعني نقوله مثلا في ال River River哦 65 في ال鹸 65 كده طيب بصوا يا حاجة سناء انت دي جادي بتقوللي أنا بصلي ومش يعرف يسلي ازاي بأنسا بأنسا طيب بتنسي عدد راقعات الصلاة أه أه تطيب بصوا يا حاجة سناء أول حاجة بس احنا خلينا احنا جوانا كده بس معنى مهم جدا ان الله متجاوز عن نسيان يعني اذا احنا كن النسيان ده غصبا عننا يعني بسبب اي حاجة بسبب كبر السنة وحاجة فده ربنا يغفره لنا تعالي بقى ندخل بقى نحل النسيان ده ازاي بقى اول حاجة انا اقولك ممكن تعملي حاجات بسيطة خالص انت في الصلاة بنعمل ايه في الطواف كانوا عملوا كده حاجة لطيفة كده في الطواف انه يجيبوا سبحة فيها سبع حبات كده كل ما واحد يطوف يعمل ايه يروح جار العدات يروح جار واحدة منها انت يا ستي جيبي حاجة فيها كده لو بنصلي لعق الظهر نجر ركعة اثنين تلاتة اربعة خلاص انا دلوقتي اسجد خلاص هاجلس للتشاهد الاخير وخلاص الصلاة خلصت كده لو عملت حاجة زي كده دي مفهاش حاجة ومش هيبقى فيه ضرر على صلاتك ان شاء الله ماشي حاجة سناء ادي حاجة الامر التاني انت حاولي في كل ركعة تعلم الراكعة بحاجة يعني اصلا تدعي في الراكعة الاولينية تبقى على طول كده ترى الراكعة الاولينية ده ليكي وراكعة التانية لاهل بيتك ركعة التانية لاحبابك ركعة التانية للمسلمين كده يبقى خلاص نظمت المسألة فأنت خلاص عندك نظام في الركعات يذكرك بالله سبحانه وتعالى وبعدين أنت في العادي بقى كاتتري من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة سناء معاك سؤال تاني سمعتيني حاجة سناء السؤال التاني بقى لا أول بس سمعتيني أسمعك سمع حضرتك كويس سمعت سهل اللي أنا أقول تقولك ده أيوة فان طب يلا السؤال التاني بقى السؤال التاني بقى يعني عندي بقى الحاجة هنا دائما يزعل العيال مني أيوة فان الحاجة دائما يزعل الأولادي مني والعيال بتحبيني وبيموتوا فيها بس دائما مغيرهم من يمتي ليه يا دكتور عام ايه السبب طيب أقولك حاجة يا حاجة هو سنه قريب من سنك ولا أكبر من سنك شوية لا لا بقى يعني بيعني بعشرين سنة ما شاء الله الله وأكبر بس يا ستي إحنا لما بنكبر بنبقى محتاجين الناس تحبينها أكتر وتقرب مننا أكتر بنرجع تاني زي الأطفال فبنحب الناس تبقى تحاجة علينا وتقرب مننا يبقى إيه اللي حاصل هو عايز الأولاده يهتموا بيه شوية فإيه اللي بيحصل بيحس إن أولادك حشان بيحبوك يعيني سيبينه فأنا نصحتي بتقولي لي أعمل إيه؟ دايما نقولي الأولاد إيه؟ يا محمد روح يسأل على أبوك روح بوس إيد أبوك روح طبطب عليه فهو لما يعرف إن أنت بتعملي كده يبقى على طول يبقى زي الفل معاك ادفع باللاتي أحسن وده مش عدوك ده حبيبك وجوزك اللي عايشين مع بعضك خمسين سنة مع بعض ولا ستين ولا شوفي كم سنة يبقى إيه إيه اللي حاصل أعملي الكلام ده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخليكم في خير حال إن شاء الله